امران ممكن ترفع لي السحاب كنتي نايمي ما حسيتي اني يجيد كنت عباني شوي حكيت مع دكتورتك اليوم ليش ما قلتلي انك كنت يشكي انك حامل عم تراقبني يا بيك دي ما خانوا لو قلتلي كنا رحنا مع بعض كنت حبة بالأول انه اتأكد ليك شو صار فيني ما طلعت حامل اكيد كنتي مأهورة ما هيك بصراحة هالمرة كنت متأملة كنت حاسة بشعور قوي جواتي بس طلع كاذب بوعدك عن قريب رح تحملي ابنك بين ايديكي ولا يهمك انا الصبح لازم سافر ع انقرة ليش استلمنا مشروع جديد لازم عين الموقع اي طيب لكن انا بوصل لك الصباح المطار لا لا تتعطل الشوفر رح يوصلني الصباح المطار ماشي رح جاهز علي ايه لسه مالبس تيله هلأ يا خانم البس ترح روح بهذا الفسطان تروحي بهذا لك شو نحن رايحين نجيب خضرة من السوق رفيف ما عندك شي فسطان سهرة مرتب بنوب خليني شوف لا هذا مو حلو وهذا ما خرج عن جدول واحد حلو انا هيك مرتاحة صدقيني الطول حلو والوزن مناسب ما فيهمت رح نلاقيلك فسطان من فسطين حنان شكران خانم تعي تعي شكران خانم بس شو رأيك هذا بيلبق لك كتير حلو مستحيل لبسه لانم لك رفيف البنت ارجدك خمسين فسطان وانتي الهلأ ما عجبك شي ابدا إلا أنه يا خانو مولا واحد فيهن مناسب لإلي ها؟ هذا رح يعجبك هذا من أفخم محل بباريس ما عجبك؟ لا حلو كتير واقفية حلو كتير حنان هلأ بدي منك تمكيجي رفيف مكياجه مرتب ورايق لو سمحتي بلا مكياج لك رفيف رح تموتيني في أحلى من المكياج يا بنت بس ما رحكم مرتاحة شكراً يا خانو اسمعيني حبيبتي انتي بتتذكري التلفزيونات اللي كانوا بيطالعوا مسلسلات بالأبيض والأسوات انتي هلأ مثلهم تماماً بس لما نعملك المكياج تتحولي لفول أتش دي فوراً فهمتيني؟ فهمتك رانو طيب ممتاز حنان رفيف بأمانتك خفوا إيديكن واستعجلوا شوي ماشي روحي اشتركوا في القناة